موسيقى بالبداية حتى نكون منصفين بحق هذا الهاتف خليكم ببأننا أنه هذا الهاتف هو مقدم بسعر 145 ألف دينار عراقي يعني بالدولار تقريب 115 دولار طبعا الكثير من عندنا عندما يقبل على شراء هاتف معين يكون متخوف من العيوب اللي موجودة على هذا الهاتف وإحنا عدنا على القناة سلسلة اسمها سلسلة العيوب لا ترحم وبعد ما حصلنا على أكثر من استفسار شنو الشغلات اللي ممكن عاني من عندما اشتري جهاز الأي عشرة بالبداية وأول عبلا حطي عندما فتحت هذا الهاتف من العلبة الخاصة ونضرت عليه شفت أنه التصميم الكامل لهذا الهاتف من البلاستيك استغنى شركة سامسونج عن الألمنيوم اللي هو ممكن يكون بي متانة أكبر بالتصنيع وثمن أرخص فبالتالي ينطيطني هاتف مصنع بالكامل من البلاستيك وإذا جئنا حتى نلقي نظرة إيجابية راح نشوف أنه البلاستيك ممكن ينطينا وزن أخف لكن وبالتالي راح يفقد لنا متانة موجودة تكضي هذا الهاتف وتلمس الواق كفر الخاص به راح نشوف أنه الواق اللي موجود أو البلاستيك اللي موجود نوعية جدا رديئة ويطبع بالصبع يعني تحسسك أنه هذا الهاتف وبصراحة هو هاتف حير رخيص عن رغم من أنه اللمسات اللي اضافتها الشركة السامسونج عليها تحسسك أنه هاتف غالي الثمن من الشاشة واستغال الحواف بشكل جدا كبير والدروبوتر اللي موجود بالأعلى ممكن الهاتف هذا يحسسك من باب أنه هاتف غالي الثمن لكن من باب ثاني ممكن يحسسك أنه هاتف رخيص هذا الهاتف يجي بدون أو البصمة طيب لو جئنا حتى نقارن بهواتف من شركات أخرى بنفس الفئة السعرية الهونر 8A من شركة هواوي رح نشوف أنه الهونر 8A هو دي حتوه على البصمة لكنه السامسونج أي عشرة ما يحتوه على البصمة ولا ننسى أنه شركة السامسونج هي إضافة الفيس آي دي اللي وكانت تجربته جدا رائعة ومبهرة بالنسبة لي يعني يفتح الجهاز معاك إذا كانت أضاءة قوية أو أضاءة ضعيفة بالعتم لا ما يفتح هذا الشيء مستحيل فهذا الشيء ما يغنيك عن سنسر البصمة نحن نعرف أنه الشركات من سنوات سابقة كثيرة كانت تعمل على تطوير سنسر البصمة فبالتالي وصلنا المرحلة أنه البصمة تفتحها معاك نص ثاني ونسبة الخطأ جدا ضئيلة فما أشوف أنه أكو داعي شركة السامسونج الشيء للسنسر البصمة ونضيف الفيس آي دي فقط ثالث شغلة واجهت بيها مشكلة وانتكاسة على الرغم من أنه شركة السامسونج حاولت بشتة طرق أنه هي تطينة شاشة مستغلة الحواف بقطرة الندى اللي موجودة بشكلها جميل الألوان اللي كانت بها ألوان جدا رديئة مثل ما نقول بالأضاءة الضعيفة أو باللون الأسود عندما تقلب لها تفرح شوه العكاس أضاءة جدا مزعج يعني لون السواد كان لون جدا خفيف لون بصراحة ما تعودت من شركة السامسونج تطينة شاشة أكو أي بي أس درجات فبالتالي شركة السامسونج استعملت أرخص درجة أو أدنى درجة من هذه الشاشات لكنه كانت تقدر تستعمل شاشة أفضل من هاتش إذا أنا كشخص جاي أقبل حتى أشتري الجهاز ممكن أنطفت شي قليل ثمان قليل يعني ممكن تكون 25 دولار وأخذ الأي 20 اللي تكون شاشتي أوليد أما بالنسبة للشغلة اللي زعجتني ولاحظتها وحبيت أركز عليها بصراحة اللاق اللي موجود جداً كبير يعني تخيلوا اللاق وصل عندي حتى عندما أقلب الجهاز بالدوران بوضعية الأفق والعمودي يأخذ شوي وقت حتى يحول الشاشة أو بالنظرة يعني أفقه أو عمودي فمتأخذ هذا الهاتف وتستعمله بالبداية إذا كان جهاز جديد رح تشوف أنه أداء حيال مستقروا إياك لكنه بمرور الوقت رح تشوف أنه بعد ما تحمل أكثر من طاقته وبعد ما تحمل لأبت بوب جي وبعض البرامج اللي تكون متكررة وغير رح تشوف أنه اللاق يبدي معاك ويكون فشي مزعج بالنسبة لك أما بالنسبة لك كاميرات والحديث حول كاميرات فهي ممكن تطيق أداء جداً قوي بالأضاءة القوية بالأضاءة المتوسطة يكون تشتت وتبعتها بالصورة نفسها بالأضاءة الضعيفة تقدر تقول إنه هذا الهاتف هو بدون كاميرا يعني عندما أجيت وجربت هذه الكاميرا بالأضاءة الضعيفة بصراحة ما حسيت أنه أنا عندي كاميرا ممكن أنا أستعملها على هاتف الأي عشرة يعني بصراحة اللي ما اعتمد على هذه الكاميرا بالتصوير الليلي أو من الساعة خمسة ونص أو ستة لأن منتصف الليل فيه رح يكون غلطان يعني يقدر يعتمد على هاتف تاني أما بالنسبة للشغلة اللي ما عرف يمتى رح نخلص من عده أو نستغني عنها منفذ شحن المايكرو منفذ شحن المايكرو سوالي عقدة نفسية يعني أنا عندما أجي أول هاتف بمنفذ شحن التايب سي من شركة هواوي هو البي تسعة قلت أنه خلاص ممكن السنوات اللي جاية رح ننجس شيء اسمه مايكرو رح يكون لقبال كله على التايب سي وفعلا أجي المايكرو في 2019 شركة سامسونج عندما نضيف منفذ شحن التايب سي على جميع فئات الأي من الأي عشرين لأن الأي سبعين ومقبلين على الأي ثمانين فالأي عشرة واحد من الأجهزة اللي مفروض يكون عليها التايب سي كنا نعرف أنه أغلب المستخدمين اللي هما يقبلون على الأي عشرة هم المستخدمين اللي يكون محدودين الدخل أو الأطفال بصورة خاصة وبالنها الطفل هو محتاج شيء استخدامي أكثر محتاج شيء تكون به مقاومة أكثر فمنفذ شحن المايكرو يكون به زوايا حادة فبالتالي ما يكون العمر طويل لعد ما يكون استخدامه بشكل مكثف ومتكرر فأتمنيت أنه يكون شحن تايب سي موجود على هذا الهاتف ما أعرف شركة سامسوك صاحبة القرار وهذا الشي كان ناجح بالنسبة لهم يضيف شحن المايكرو بالنهاية هذة حصائيات العيوب اللي قدرت أخليها لكم وتخبرت على حياتي أخوكم سجاد الشمال من القناة ماستر التقنية